شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح وشوفنا طبعا اللعيبة مركزة إن شاء الله تكون من بداية المباراة البداية دايما مهمة جدا 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 بعد البطولات الكبيرة أو الماتشات بس كنت عايز أعلق بقى أنا قلت لحضراتكم في تعليق على لعيب كان النهاردة نجم من نجوم مباراة منتخب مصر أولمبي مع منتخب إسبانيا الأولمبي اللي هو أكرم توفيق وشوفنا حضراتكم إزاي لعيبة النادي الأهلي من المعسكر بتتكلم مع أكرم توفيق وببدله التحية على المجهود الرائع والمباراة الرائعة اللي هو عملها النهاردة اللي عايز أقوله لأكرم عشان ديله حقه برضه أكرم من اللعيبة المجتهدة جدا 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 واللي أثبت جدارة الفترة اللي فاتت في غياب محمد هاني وقدر يرسغ مكانه وأقدامه في المكان دو أكرم توفيق البعض قال إن هو بيلعب بروح عالية جدا بس ودي معناها في الكرة أن أنت يعني إيه الروح عندك بتغطي على الفنيات ولكن الراجل أثبت بعد كذا مباراة إن هو كمان في الكرة بيأعلى أو مستوى بيتطور لعيب كويس عنده إمكانيات هيلة كتعايزة تطلع مع المجهات شوفنا للمجه الأخير حتى مجه ثلاثة أو التمنيه البينية اللي لعبها لمحمد شريف ومحمد شريف قدر يجيب منها الهدف الأولاني في كايزر شيفز شوفنا ليه الكورات العرضية اللي بيعملها آخر 3-4 مجهات شوفنا شوت بيمينه وبشماله على المرمى شوفنا إن هو بيكمل نص الملعب وبيكمل لجوه في بعض الأوقات شوفنا طبعا روح القتالية العالية على الجانب الدفاعي شوفنا تطور سريع في مستوى أكرم توفيق الفترة اللي فاتت ده يحسب له وتحية خاصة جدا 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 لأكرم توفيق حد بيقول لي بيسألني أنت كنت بتشكر لعبت النادي الأهلي اللي جابوا البطولات ديت في 8 شهور جابوا 4 بطولات وبرونزيت 5 بطولات وبرونزيت كسر عالم أقول لهم آه وطبعا نازم أشكرهم وكمان بتشكر الناس اللي مشيت أنت شكرت الناس اللي مشيت أيوة أنا بشكر الناس اللي مشيت اللي رسخولنا مبدأ إن الأهلي فوق الجميع وإن المجد للكيان ده تأكيد وأنا بشكرهم على رحلهم أنا بشكرهم على رحلهم هنروح للفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا الكبار كبات اللي حيشرفونا النهار ده كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميوب كابتن قسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن أرجوكم انتظرون